مرحبا بكم في الفيديو الأول من سلسلة أمن الشبكات في هذا الفيديو سنتحدث عن ما هي الشبكات وأنواعها تطور الشبكات المحلية والعالمية كيف يتم نقل البيانات أولا ما هي الشبكات عندما نتحدث عن الشبكات فإننا نتحدث عن عملية تبادل البيانات بين جهازين أو أقصر في بداية ظهور أجلسة الكمبيوتر كانت أجلسة الكمبيوتر تستخدر متغزين البيانات فقط لكن سرعان ما ظرت الحاجة لنقل هذه البيانات من جهاز لجهاز آخر سواء لمشاركتها أو لأغراض أخرى ثانيا ما هي أنواع الشبكات لدينا نوعان رئيسيان من الشبكات بناء على النطاق الجغرافي الشبكة المحلية شبكة تعمل ضمن نطاق جغرافي صغير مثل منزل أو مكتب يتم توصيل الأجهزة فيها لمشاركة الموارد مثل الملفات والطابعات ثانيا الشبكة الواسعة شبكة تربط شبكات متعددة عبر مواقع جغرافية مختلفة ومثال على ذلك الإنترنت هو أكبر مثال لشبكة واسعة حيث يربط بين العديد من الشبكات عالميا ثالثا كيف تطورت الشبكات في البداية كانت الشبكات المحلية الآن تستخدم المتوصيل أجلس الكمبيوتر داخل نفس المواقع الجغرافي مثل مكتبات أو جامعات لكن مع تطور التكنولوجيا ظهرت الحاجة لربط مواقع جغرافية مختلفة وهنا ظهرت الشبكات الواسعة التي كانت في البداية تعتمد على روابط مخصصة لكنها تطورت لتصبح الإنترنت كما نعرفه الآن وهي شبكة تربط جميع الشبكات عالميا رابعا كيف يتم نقل البيانات ولنتعرف كيف يتم نقل البيانات دوننا نتعرف على النظام الثنائي وهو الأساس الذي تعتمد عليها جسد الكمبيوتر لنقل البيانات يعتمد النظام الثنائي على رقمين فقط صف و واحد الرقم صف يمثل غياب الإشارة بينما الرقم واحد يمثل وجود الإشارة يتم نقل البيانات باستخدام ثلاث طرق رئيسية أولا الكابلات النحاسية تعتمد على النبضات الكهربائية حيث يمثل رقم واحد نبضة كهربائية بمعنى وجود طيار كهربي ويمثل رقم صفر غيابها بمعنى انعدام الطيار الكهربي ثانيا الاتصالات اللاسلكية تعتمد على مواجهات الكهربائية الغناطيسية التي تنتقل في الهواء دون الحاجة إلى أسلاك مثل مواجهات الراديو الماكرويف والأشياء تحت الحمراء وغيرها حيث يمثل رقم واحد وجود موجه والرقم صفر غيابها ثالثا الألياف الضوئية تعتمد على الضوء حيث يمثل رقم واحد وجود الضوء والرقم صفر غياب الضوء في هذا الفيديو تحدثنا عن تعريف الشبكات والأنواع الأساسية للشبكات لانوان وكيف يتم نقل البيانات باستخدام النظام الثنائي تابعونا حتى اللقاء قريب مع المزيد من المعرفة والتطبيق